اشتركوا في القناة اغتنم مناسبة رمضان اتكلم في الاذاعة هنا وفي الرأي التلفزيون على طول السنة لكن الزبائن الكرام في رمضان اكثر واحاديث رمضان يقول لها تأثير في السامعين والمشاهدين ما لا يكون مثله للاحاديث العادية ولذلك استفيد منها للتنبيه لامور ينبغي ان ينتبه لها الناس هلأ مما نشكو منه مما عمت الشكوى منه في جميع البلاد العربية الضعف الملموس في اللغة العربية كثرة اللحن انتشار اللحن اليوم تسمعونه من الاذاعات حتى من بعض الاساتذة حتى من بعض الادباء بل اغرب من ذلك اقول لكم شيئا والله نحن لما كنا تلاميذ انت كنا تلاميذ قبل ستين سنة كنا نكلف ان نقوم فنتكلم ارتجالا والله ما كنت الحان في تلك الايام وانا شاب والان بعد هذه المطالعات كله وبعد هالميران كله سرى الي الداء صرت اسمع بعض اللحن يقع مني عندما يذاع الحديث يعني رجعنا الى الوراء حتى حتى من كان يعني سابقا صار اليوم متأخرا تعالوا نبحث ما السبب هل السبب هل القصور في العربية نفسها ام ان التقصير منا نحن انا اجزم اقول لكم جازما واقول كلاما حاسما وكلاما مؤيدا بالدليل العربية ليس فيها قصور والعربية ليست اصعب من غيرها اليوم هل الان اللغة الالمانية قد تكون اصعب من العربية فيها اعراب ايضا فما السبب اذا في هذا الضعف العربية كان ينبغي ان تكون اللغة الاولى اللسان الاول في العالم شوفوا فائدة على الهامش اذا قيل اللسان فيراد به يعني ما يسمى اليوم باللغة واذا قالوا اللغة باصطلاح علمائنا معناها لهجة من اللهجات فنقول اللسان العربي ونقول لغة مثلا ربيعة او لغة اليمن او لغة كذا هذه كلمة على الهامش فالعربية ارقى من جميع اللغات هذا لا شك فيه لماذا تأخرت لماذا تقدمت عليها الانجليزية الانجليزية حتى تأتي بعد الفرنسية اذا اخذتم مقاييس رقي اللغة الفرنسية اعلى وارقى في اشتقاقها وفي ضبطها انا ما اعرف اللغة الانجليزية اعرف منها ثلاث كلمات فقط ثلاث كلمات اذا واحد اراد ان يطلب من الاخر شيئا يذكر ابليس ونعنة الله على ابليس بيقول له ابليس او ابليس او ما ادري هاي بعرفة ابليس واذا اراد ان يرحب به بيقول له وي لكم وي لكم يعني اهلا وسهلا اعوذ بالله ايش هذه اللغة واذا اراد ان يقول له ان هذا بكم بيقول له همج همج يشتمه هذا اللي اعرفه من الانجليزي كله لكن مع ذلك وقالوا لي خبروني ان اللغة الانجليزية فيها حروف تكتب ولا تقرأ وحروف تقرأ وهي غير مكتوبة وحروف تقرأ تارة على صورة في بعض الكلمات وتارة اخرى الحرف نفسه يقرأ بشكل اخر اذا ما هي لغة مضبوطة فكيف فرضوها على العالم كله اليوم اللغة الانجليزية اشهر لغة واسير لغة الفرنسية تأخرت انا ذهبت الى اقصى الشمال من اوروبا الوسطى وذهبت الى اقصى الجنوب الشرقي من اسيا الى اخر اندونيسيا ما احد يفهم الا لغة عامة الا لغة المحلية والانجليزية لماذا سهلوا تعليمها فهل العربية اذا الصعوبة في تعلمها في تهجيها فيما نسميه اليوم مكافحة الامية نعم الطريقة التي نحن تعلمنا بها ومن قبلنا طريقة سيئة جدا كانت وصعبة جدا للتعلم لكن بدأت حركات اصلاحية في رائد مشهول اسمه جرجوس همام هذا جرجوس همام لبناني الاصل الف كتابا في تعليم اللغة على تعليم الاطفال الكتابة والقراءة على طريقة جديدة هذا مات سن امتى سن تسعمية يمكن واحد وعشرين في نهاية خمسة الاول من هذا القرن طبع كتابه المدارج ثلاثا وثلاثين مرة وهو حي وهذه لم هالميزة هي ما كانت لكتاب آخر أبدا ما في كتاب نعرفه في هذا الوقت طبع هالطبعات الكثيرة هذا كتابه ألف فيه أولا الحروف علمها بجمال يعني لها رنة موسيقية بيقول لك مثلا لا تذكر هذه دار فيها فار هذا 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 دب يأكل حب الدب يأكل حب والله عزيبة طيب شو بدي منه نعم ومقترنة بالصور ومقترنة بهذا هر من غير ضر من غير شر هذا هر من غير الشر عملها الجمل لتعليم الحروف ومعها صورة الحرف والصور لما تدل عليه لأن بيحكي عن الدب صورة صورة الدب ثم جاء بأشياء عملها على شكل أغاني لأن الأطفال مفطورون على على الغناء وحب الغناء مثلا بيقول على لسان هذا الحلزون اللي بيدخل بالصدفة أذكر شطرا منها من قديم ضاعت مني الرسالة مطبوعة من قديم بيقول بيتي على ظهري على شوف على الأولى حرف جر التانية فعل في الأولاد يقرؤونها مع الأنغام ثم جاءت تجربة تانية خطوة أخرى خطوة أوسع هاللي قام بها الساطع الحصري الساطع الحصري الرجل مات ذهب للقاء الله من حيث التفكير مفكر من الطبقة الأولى من حيث يعني خبرته في التربية والتعليم تصور والسنة ألف وتسعمية وتمانية السنة اللي ولدت فيها أنا كان مستشارا للمعارف وله أثر جاء في الشام مع الملك فيصل بن الحسين كان وزيرا للمعارف ثم جاء إلى العراق مع لما ذهب الملك فيصل بن الحسين رحمه الله ورحم أموات المسلمين ألف القراءة الخلدونية الخلدونية الخطوة الجديدة فيها أنها اتبعت الطريقة الصوتية مثلا ما منقول ألف باء تاء هذا اسمها ألف اسمها عند اللفظ الباء إب ولذلك كان علموا الطلاب إد إد ما بيقول له دال دال اسمها إد عواض الألف آ إد آ دا صار الدا حطورا منها تاني صار الداد إذن من تاني جملة تعلم كتاب الداد بابا مثلها انتقل من الحروف المنفصلة إلى الحروف المتصلة هالطريقة نجحت كان من نتائجها فقط أن الأولاد ما عادوا يعني يعرفون كيف ترتيب الحروف ما عادوا يعرفونه هاي صار فيها مضرة هنا ترتيب الحروف ما عادوا يعرفوا أسماء الحروف ما عادوا يعرفونها لكن تعلمهم على هالطريقة هذه كان أسهل وكان أيسر فإذن ممكن نحن أن نتبع هالطرق هذه غير الطريقة المتبعة في مصر والتي عاد إليها الآن أكثر البلاد في مصر يعمدون لتأليف الجملة يعني هاي الطريقة إما أن طريقة التفصيل نعطي الأجزاء ليركب أو التركيب أولا وكلاهما توصل كلا الطريقين يوصل إلى النتيجة بقي علينا نحن أن تكون عندنا الهمة التي وجدت عند الإنجليز الإنجليز برامج كثيرة هنا كان يُعرض برنامج طريق السمسم لتعليم اللغة الإنجليزية أظن ما في من كل عشرين ألفا من المشاهدين من يستفيد منه أو يستمتع به الغاية منه تعليم الإنجليزية في الإذاعات يعملون برامج لتعليم الإنجليزية راحوا اختصروا أخذوا الكلمات الضرورية حاصل هذا هو الموضوع فعلينا إذن أن ننشط نحن بخدمة لغتنا وهي أرقب بكثير من اللغة الإنجليزية اللغة الأولى بالرقي العربي التاني ما في شاغر تالت شاغر اللغة الرابعة الفرنسية الإنجليزية بتجي السابعة وأكملوا أنتم الموضوع من عندكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة